تعد القناطر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة حيث إن بها ما يزيد عن عشرة حضائق مليئة بالأنشطة للكبار والصغر من أهم هذه الحضائق حديقة لؤلؤات الشرق التي تقع على مساحة 13 فدانا وتتميز بمساحات خضراء وأماكن الاستراحة ومكتبة للأطفال يكتمعون سوياً كل عيد يتحركون يلعبون ويأكلون عائلات وأصدقاء خرجوا اليوم إلى الحضائق والمتنزهات ليحتفلوا بعيد شم النسيم الذي يأتي كل عام محملاً بنسمات الربيع وألوانه بنيكو كل السنة بنقد اليوم هنا جميل الأطفال بطبقى مبسوطة والزوجة مبسوطة كلنا الحمد لله مبسوطين كل السنة بنيكو يوم حلو يوم كلنا مبسوطين فيه والناس مبسوطة كل حاجة حلوة وتعد القناطر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة حيث أن بها ما يزيد عن عشرة حضائق مليئة بالأنشطة الكبار والصغار ومن أهمها حديقة الألوأة الشرق التي تقع على مساحة 13 فداناً وتتميز بمساحات خضراء وأماكن للاستراحة ومكتبة للأطفال فضلاً عن أشجار معمرة وفريدة ونشاطات أخرى للكبار مثل الصيد بجيب الأسرة كل سنة هنا الأناطر الكيرية بنقعد نلعب هنا بالكور وبنفرح مع جماعة الأخوان المساحين والمسلمين وبنحتفل باليوم ده كل سنة بجيب أولادنا وأطفالنا وأحفادنا ويومنا نحضر هنا وبيبقى يوم جميل جداً العاد بلعبوا طبعاً الأطفال بمحرين وممسوطين يعني ولا يأتي أي عيد بدون تنصيق وتجهيزات من مختلف الأجهزة المعنية لتأمين المواطنين عن طريق انتشار قوات الأمن لتأمين الحضائق والمتنزهات بالإضافة لتجهيز سيارات الإسعاف للتعامل مع الطوارئ من أجل الحفاظ على حياة وسلامة المواطن كاريم بيبرس التلفزيون المصري